مرحبا لجميع أصدقائك أتوب في فيديو جديد هذا الفيديو عن تحقيق الأهداف بالخصوص عن قائمة 30 أهداف 30 أهداف قبل 30 عام حاليا لدي 27 عام في الشهر القادم سألت 120 عام من كانت 17 عام سألت 17 عام سألت 17 عام سألت 27 عام هذا 10-60 عام حسيت بها بشكل سريع جدا وحسيت أنها ضعت لي وحسيت أنني ليس ضعت لي ولكن هي أكيد ضعت لي ولكن بالمفهوم لم أستفد منها بشكل كثير بزاف من ناحية الفلوس من ناحية العلاقات الاجتماعية من ناحية تطوير الدات من ناحية الدراسة خصوصا الدراسة حاليا لدي فقط إجازة باكب ليشتخو وانا أخذت الباكب في 17 عام هذا لدي 27 عام أكيد كان عندي بعض المشاكل الدراسة نفسية كانت أطلات عليها بسر فهذا هو السبب ذاكشي علش قولت أن نضع القائمة 30 قبل 30 30 هدف سألتحققه قبل 30 عام لتحكم في هذه السنوات قبل 30 عام وهذا الأمر كان محفز بالنسبة لي وكنت أطلت الفيديو قبل عام أخذركم صندوق روس كان أعليم في على هذا القرار و أطلت الفيديو أخر كان قول فيه ما قلت و ما قلت و أطلت الفيديو ثالث في 2017 إذا هذا الفيديو يلقى 4 فهذا السلسلة هذه فمن الأحساب ترى الفيديوهات السابقة لكي ترى كيف تتطورت من ناحية تحقيق الأهداف حاليا حسيت براسي أنني لم تكن أضغط علي نفسي بزاف لم تكن أتكلم نفسي لم تكن أقص علي نفسي والذي متساهل شيئا مع نفسي و متسامح مع نفسي والذي تكن أضر رأسي والذي تكن أفكر فرحة البال فقط لم تكن أفكر في الكثير من الأمور التي كانت يعني صافية والذي تكن أضغط الصحة النفسية هي الأولوية تكن أفكر العلاقات والذي تكن أضغط بلوك بشكل سريع جدا أي شيء لم تكن أضغط منها خصوصا مؤخرا سأضغط قضية كثيرا 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 المسألة هي الأحلم والمسألة هي الإحساس التي تنبأني بشيء والذي تحضرني من شيء شخص أو من شيء مكان أو من شيء حاجة لذي تنبأني بشكل أقوى و بشكل أكبر يعني للأسف كان هناك الشكل ذاتي كثيرا كان شك في نفسي ولكن ما أحسنت كان هناك شخص كان هناك شخص في المحدد كان هناك شخص كان هناك شخص كان هناك شخص و أحسنت أقوى في نفسي لأن هذا الشيء الذي كان أكبر فيه هو الذي يصدق الصح طبعا لما أريد أن نتوارك لأننا نريد أن نتوارك بشكل أكبر في هذا الموضوع لأن هذا الفيديو متنوع بشكل أكبر و أنا أشبني بشكل التعليقات التي يوصلوني منكم خاصة التعليقات الطويلة جدا و الرسائل التي يوصلوني لأننا نريد أن نتوارك أهدفهم فهذا الشيء الذي يزوينا بشكل أكبر تحفزني بشكل أكبر و أنا تأسبريني بشكل أكبر الحاجة التي قمت بشكل أكبر في 2019 قائمة 30 قبل 30 رجعتها 19 حيث أن يكون لدي أهدف محددة و ليس أهدف كبيرة بشكل أكبر هذا و ليس الأهدف 30 قبل 30 سوف نجعلها لكم في صندوق الوصف المقال الذي كنت نشرته في المدونة سوف نجعل هذه القائمة و سوف نمشي القائمة لأخذها 11 قبل 19 لكي نرى ما قمت بشكل أكبر و ما قمت بشكل أكبر سأبدأ بالأهدف التي تحققت و من بعد نرى الأهدف التي لم تتحقق والأهدف التي سوف نجعلها في العام الجاي أو التي سوف نختم عليها لكي نتحققها في هذا العام أول هدف كنت قلت لكم سوف نقوم بشكل أكبر و أنا نتبن قط تبنيت قطة اسمتها ليلي جاءت عندي الطارقة عندي خمس أيام و دخلت عليها من بعد ما شرمت هذه الصنقاط نهائيا من كل ما نقوم بشكل أكبر أعطيتها لعائلة أخرى تبنها كنت بغيت نتبن قطة لأسباب مختلفة كنت أشعر بشكل أكبر كنت مواطعات و كنت أجيب أصلا الحيوانات ولكن القطة مني نجاعتني القطة تلصق فيها الكثير بمعنى أنها تريدك أن يلعب معها الكثير تريدك أن تبقيها أن تكون تبقى لها الجزء لا أعلم أن هذا الوقت القطة ليس لكي نعطيها والتي يعطيها الحنان والأمور معنوية وهذا الشيء يريد إما أطفال صغار عندهم الوقت الكثير أو الناس كبيرة بثاف أو تكون في عائلة التي بثاف الناس يعاونك ولكن أنا في الضرب وحدي اللي سأتنبيع حسني في الضرب لا أدعمي أن تكون لدي قطة إما تخافوا منها إما إلى آخر فذلك الشيء لو قاد عندي خمس أيام كان صراحة ذو الأيام دازوا عندي واحد القلق خايب بقيت مرتبك بثاف تصوره لم تكن ناس في بيتي القطة أخويت لها البيت حيث في مكان جاء الناس كانت أخويت ناس معي أخويت لها البيت ومشيت ناس في البيت المكينة الصعبون وكان أقل كنت كنت أتخلل الناس وكان لدي شيء محددين كنت أتحدث عني كيف كنت أخاف من القطة يبقى عند ثلاث شهور بارئة أو أنا أعرف هذا الشيء قطة بارئة والآخر ولكن شيء حاجة فوق قدرة ديالي أنا كنت أخاف من القطة الحاجة اللي استفدت من هذا الهدف أنني لم أكن أخاف من القطة وكانت قرار أنني أعتني بالخطط ديال الشوارع فمن رمضان وأنا كنت أشين دور في الليل كنت أعطيهم مية أكله اللي بنتم تبعني في انستغرام ورأكي يروني مرلاج كنت أخطى قطة لقيتها في الزنقاء كنت أعطيهم وصورهم كنت أعطيهم مية أكله وكانت تبعنا مستقبالا لأنني أحقق هذا الهدف قطة ولا كلب بجوز ما هي بعد الهدف تحققه ولكن ليس بشكل ما أنا كنت أريد الهدف الثاني اللي تحقق هذا العام هو أنني نظمت نزعة ثقافية بيكنيك كيلتوري للأصدقاء الكتب سأخذلكم الفيديو في صندوق الوصف بيكنيك اللي صورتم قمت بفلوغ عليه وكان حتى بفلوغ آخر للقطة اللي بريد يشوفه كان يوم زوين بزاف تلاقيت مع بزاف للأصدقاء والصديقات دو بزنم هاردوين ضحكنا هضرنا كلينا قرينا تبادلنا الأفكار تناقشنا كان نهار اللي زوين بزاف نوزها ثقافية كنت أجبني بزاف نتمنى كل عام نديرها بالنسبة للهدف الثالث اللي حققته هو بيع كتوبي قمت بتحوى فيديو عليه مع رد الكتاب للأصدقاء الكتب بعد الكتب كاملين إلا واحد ثلاثة اللي بقاولي الإنجليزية والفرنسية واحدة العربين سأخذلكم الصورة اللي بغاهم كان حاجة اللي زوينة بزاف فرحت أن حسيت أنه كين دعم من بزاف الأشخاص ولاحظت أن البنات كتار كيدعموني على الولاد معرفت على شميع كان شكر بزاف البنات شي حاجة اللي شي حاجة اللي شي حاجة اللي ما نقلش نعبر لكم الامتنين اللي كنحس به أنا فعلا ممتن أنا كنشكركم بزاف لتعم ديلكم من قيمة الأزمة دينام وممتن أنا عارفين نفسهم كان شكركم بزاف الحاجة اللي حققت هذا العام وهدف اللي حققت هذا العام هو أن أنا كسبت المال الأول مرة في حياتي كنكسب المال من البلوغين من التدوين عن طريقة هذه المعارضة التي تقدمتها كنكسب المال من التدوين هذا يسمى تجارة الإلكترونية هذا التعرق بالتدوين أنا أريد أن نكسب المال من الفيديوهات من المحتوى التي تقدمتها من المراجعة التي تقدمتها إذا كنت نكتب الفجاري إذا تتخلصني ما تدخل لي متدرب يعني ما الذي كان قصد ولكن رأني بديت يعني هذا الهدف رأني حققته رأني حققته كي نحتل إعلانات اليوتيوب رأى حاليا بقي نكتجمعوا لي ولكن ما زال ما وصلش إلى 800 درهم تصوره عماين بحرارة بحرارة 800 درهم تصوره رأى كثير من 100 فيديو يعني بحرارة العمل كيف يكون يعني سنوات وانترى بحرارة تأخذ 800 درهم من في جميع الحالات ويوتيوب سربي رأسك بزاف هذا يوتيوب ما فهمتش أنا علاجه أنا قناة هذه الليلة الهدف الأخر اللي حققته 1-3-4-5 الخامس هو كسب قراء ومتابعين أوفياء الثالث الهدف كان يحني لي بزاف وبدأت كان أشعر أن كسبت صح ناس جداد كيتابعوني بكل إخلاص يعني أقول لكم كيف يحصل الإخلاص صراحة لا يعني أن الإنسان تستفيد منك وتبغيك وكيحترمك وتقدرك وكيتابك بكل إخلاص يعني فقط كانت حالة من خارج المغرب من عهد 2009-2010 الكتابة في الدرامة المدونة ديالتي الصفحة التي كنت تقدر في الفيسبوك وكينين التي أعرفهم من سوريا ما تعال من العراق من الجزائر مش حال عادي وباقي المتابعين وكينين 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 يتوقعون أن نكتب كتاب وكينين 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 هذا من الأهداف بالنسبة الأهداف التي تعمل عليها تريد أن نسفر المدد شهر في مكان قراوي سيكون صعب ولكن سنرد أسبوع سنصفر المدد أسبوع في مكان قراوي أو في فندق وكينين 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 تعلم عزفل الأستاذ الذي كنت تقدر معي لم أعجبني وكينين وحبست وكينين فنحاول نخدم على هذا الهدف التصوير الفوتوغرافي لا تطورت فيه بثاف ولكن رأي صور وكينين فنحاول نقوم بإنستغرام خاص بالتصوير ف الذي لا تدري في الإنستغرام يتابعني لكينين فنحاول هذا الصفحة وعرفها أريد أن كتاب جديد كان واحدة الرواية التي تقرر أتعطيها الأولوية رواية نفسية ستكون رواية قصيرة 120 صفحة ماكسيمم أريد أن نكملها ضروري أريد أن أكتبها في هذه الحالة لأن الرواية بالنسبة لي تضع في موت ومزاج وأنا أريد أن أكتبها في الفترة هذه لا أريد أن أكتبها لأخليط القرايا أو لأخليط العب الإستيقات باكرا للأسف الشديد اليوم فقط لم أفقت ثلاثة أشياء لم أحقق أي شيء من هذا هذا حققا لأنني كنت أخدم كنت متطر في السبعة والثمانية الصباح هذا لم أبقيت كنت أحققه في أقرب وقت ممكن أقرب وقت بشكل عاجل الآن أشعر أنني إذا كنت أفقت بكري حياتي قد تبدل وقال حياتي العملية يعني كعمل قد تبدل بثاف إذا كنت أفقت في السعود ثمانية السبعة ستا نتمنى أن أن أكون أفقت بكري لأسف هذا الهدف متأخر فيه بثاف الهدف إنقاذ شعري شعري بقي في مكان ولم تكن أفقت بشكل جيد وصلني بثاف النصائح أدوية مكملة غذائية زيوت ولكن لا أريد أن أجربها لذلك سأخسر الفلوس وبعدها لكي لا تصدق لأنني أخسرتهم ومتع الدراسة سأخسر نحن نحن نحتفق بالدوء ولكن حول شعري حسن أفقت كان مخلص وريد أن أحدث قد نقرا شعري نهائيا كأني أظن قد نقرا شعري حسن وان استعادت فصنع ہیں هذا هذا ممكن لا أستطيع أن أقوم بعمل قلوا يا رأيكم الهدف الذي كتابت اليوميات نعم، سأقوم بعمله أخذت كتاب جديد لكي أكتب اليومياتي و لماذا أكتب صفحة الصباح الذي أرفق من الناس وهو ماشي كل نهار خاصة عندما أختم هذا العدف الهدف الآخر اعتمام بالعلاقة الاجتماعية كنت أخبرت لكم أنني أحاول نحاول إنسان اجتماعي ونطلقه مع الناس فعلا درتها لقد أخبرت مع الناس بشكل قصر ولكن للأسف أغلبية أخبرت معهم العلاقة والأفضلاء لأن أخبرت أنها اتفعت لا أستطيع أن أظهر اتفعت أنا إنسان ثقائي خاصة أصدقائي تكون فيهم بشكل صفحة معينة لكي أستطيع أن نكون معهم ليس صفحة شكلية ليس صفحة معنوية ومسألة للأخلاق ومسألة للتقيقان نكون مرتاحة مع ذلك الشخص أهم حاجة إنسان يكون لا يكذب وفي الكثير من يكذبه لم نفقق نزد عراء الغيه الهدف الذي بدأت أن أحققه أنه عندي صديق اسمي عن طويق نزد فارس من جديد نعم وحدي بينات من جديد و انا درتوا معا ايضا الغلط يعني وقع بحيناتنا واحد انت بارشتغل لنسميه انت بارشتغل لنسميه مما اتبار ما انت بارالهم من كانت بارشتغل لذا و انا انا كنت بارشتغل لنا مسألة مشاهدة بالهتمام وانتبع الاخير الظهر ويبقى نiringا بارشتغل لانتفقده و انا شعب ان ان انتبع مرأة و اتمون انت محاسد قيمة ستطاع جهة في حياتنا فأنا كنت اهتم بها بزاعة في ذاك الشهر اللي كانت غابت كنت كان بكي كنت كان صهار صافي حسيت أني بحل فقطتها كنت مشوش عليها بزاعة لأنه كان مقطع الانتنات في السودان وهي مريضة بزاعة الحوائج اللي كانت خلاتني نعيش واحد الفترة خيبة وطملتني على علاصها وكتبت برجعت كثرة معي مهم يواجد ما نتعرف على أشخاص الجدد نشوف الأشخاص اللي أنا أصلا صديق ديالهم ونهتم بهم كثير لأنني أنا دين مشكلتي أنا كنهتم بالناس ولكن منشغل بزاف بحالك يشعروا أنني كنهتم بهم يعني ذاك نحاول نعبر الاهتمام ديالي بهم ذاكي مركز على جوج الناس وكين صديق آخر تهو ولكن بطريقة اللي كتعجبوه يعني ماشي بحال فانسان يعني كنت لقوا مره مره ولكن شي حاجة مهمة وكينضان صفعت وكينضان صفعت وحتى في الإنستغرام والتي كانت تواصل معاكم بزاف تلاقيت مع بعض المشاركين في القناة ديالي تلاقيت معاهم في الواقع شي حاجة اللي تهياء ممكن نولي أصدقاء ليتولي أصدقاء ديالي الحاجة الأخيرة اللي قدام عليها بغير نديرها هي نولي مهوز أكثر بفيلم سحابة أطلس سحابة أطلس الفيلم اللي كان قدرت عليه في دقيقة حالة عادي صوره ما تفرش شكاع في الفيلم في 6 شهور سنتفرش في سحابة أطلس ونقرأ الكتاب بغير نزيد نتعرف على هذا العالم من الكلاود أطلس بالنسبة للهدف اللي قد نديره من العام الجاي ونعود نقوله ان كان يقول لي واشم حرام حلال انا بغير ندير واشم كان زيد نأكد هذه القضية ونقرأ العام الجاي ما بغير نديره في مكان ما يكون معقمه هذا وانا كانت برع بالدم يعني خاصة نديره في ضروف اللي هي صحية يكون لك شيء معقم وتستعمل مرة واحدة باش نتمنى انه يكون شيء الهدف اللي قد نديره هو ان شركين دل أمازون ونقرأ العام الجاي هاد الهدفين ليش بهم صافي ونخطط لهم كل شيء تفاصيل دلهم خاصة نديره في واحد الوقت لانا ممكن يتحققوا ادابة كان ينجوش للهدف آخرين الهدف اللي صعيب يتحقق هو اني نتلقى بصديقتي زهرة كان ينجوش للهدف كان ينجوش للهدف ينجوش للهدف لا تحققوا هذا الهدف مريز لانا ممكن نستطيع ان نحققوا لا تحققوا الهدف الأخير هو اني نظهر في مجلة او اداءة حتى لا مظهر لاني اتشي مجلة اداءة معيدة لي حتى انا كنت المموى كما اكتشفوا القناة بحراء شاركت في واحد اللقاء كان مع تلاميد في واحد تانوية في الطلب أيضا وهذا ستكون عندي واحد النشاط في واحد المؤسسة الثقافية في الرباط فرنسية سأقوم بأنيمي كندن واحد الورشة ولكن هذا شيء لا يدخل في الإعلام هذا شيء يدخل في عمل جمعوي أو عمل يعني شاركت في واحد الإعلام وليس كما دهرت في واحد المنبر الإعلامي كندن هدو هدف هدف 19 2019 الأشياء الأخرى التي حققت والذي لم يفخور بها والذي تحاول نفسخر بأي حاجة بسيطة شاركت في الماراتون 10 كم 10 كم كاملة شاركت فيها 10 كم الجري واحد من هاللحد شاركت في الماراتون ودرت فيها 45 دقيقة يمكننا أن نحاولها في 30 دقيقة سوف نحاول الماراتون بوحد ويره مراتون ويره مراتون ويره مراتون 10 كم مراتون كنت أخايفة لك أتعقله ويره مراتون وقالوا لي يغسر ويره مراتون ويره مراتون ويره مراتون سوف نحاولها في الصورة ويره مراتون ويره مراتون ويره مراتون ويره مراتون أخيراً أثناء يوجد مراتون ويره مراتون ويره مراتون ويره مراتون ويره مراتون ويكون في اللقاء ويره مراتون نحاول ننظمه وبالنسبة للخدمات التي قمت بها نحن هدف هدف ماذا عن هدف؟ هدف أن نلقى قدمه و هدف أن نجعله نسيت نحن هدف آخر أنني سنيت كونت خامة عدار نشر شي حاجة اللي نزمينا بزاف سنبدأ نفعل فيديو مدعومة فيديوهات مدعومة من نشر مغربي و سنبدأ تشاهد هذا الشهر سنبدأ هدف و أنا فخور بهذا الأمر و متحمس لون و أتمنى أنه يكون جيد و يتطور إلى آخره و كان هناك هدف ماراتون بكتوب هنا كنت مبطم حالياً و وجدنا سبونسور كان هناك موقع جمع لون وهو أكبر موقع عربي سيدعمل حادث و أعطينا و كان هناك خصم الذي أريد كتوبه 10% و سنبدأ نشر الهدايا إلى آخره و حاجة واحدة أخرى لقد نشر الكتاب الشعري الأول لقد نشر الكتاب هذا هو الفيديو هذا الفيديو 30 before 30 كما نقول لكم كل 6 شهر ماذا نركز في الفترة الجاية كما تقولوا لي الأهداف سمحوا لي أحس أن عيان و لكن تجبع الحماس أو أخرى فلا قدر لا أستطيع أن نمتل أشكركم كثيراً على المتابعة و أشكركم كثيراً على الدعم قلوا لي في التعليقات العدد المصدر تخبروا لي قبل 6 شهر الأهداف أقولوا لي ما تدريغوهم و ما تدريغوهم لكي تكونوا ملتزمين للتزام المهم جداً تحقيق الأهداف و أقضarهم 100 ألف قائمة بجميع على الأكتب لكن يجب أن تكونوا ملتزمين و يجب أن تكونوا ملتزمين ضروري أزالكم قراءة و تحقيقوا الأهداف و تخدموا عليه و تتوقعوا في الفيديو القادم مع السلامة